أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كاري أعلن أن بلاده تدعم بحث تعويض الدول النامية عن الخسائر والأضرار التي تلحق بها بسبب ظهرات التغير المناخي خلال قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخة وفي مؤتمر صحفية قال كاري أن اتفاق باريس للمناخ نصع لأنه يتعين على الموقعين عليه بزل جهود أكبر للتعامل مع الخسائر والأضرار مضيفا أن أفريقيا مسؤولة عن 3% من انبعثات غازات الدفيئة في العالم لكن 17 دولة من الدول الأكثر عرضة لخطر التغير المناخي تقع في هذه القارة